قبل ما ابدأ ملقص الفيلم اعاوز افكركم نبعي لاخوتنا ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد مع بعض الثواب الكبير جدا ده بعد ما تسمعوا الملقص اتمنى انكم ما تمشوش على طول اعملوا لي لايك واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات ويلا بينا نبدأ في بداية قصة فيلمنا النهاردة بنشوف الرجالين دول وهم عند القبر ده لما بيفتحوا القبر بيكون مليان بالذهب والكنوز والاتنين كانوا في قمة الفرح والسعادة بالكنز ده بيبدأ الاتنين في سرقة الدهب والكنز وهم مش عارفين ان المدفون هنا في المقبرة ليه حارس ورصة سحري لحمايته وحماية الكنوز اللي هنا بنشوف انها بنت الشيطانية كان لها اسنان زي دراكولا ومصصين الدماء وكمان وشها مليان شعر زي ما احنا شايفين كده وبدون مقدمات خالص بتشن هجوم شرس وقاتل على الراجلين دول فجأة بتظهر لنا واحدة كده عبارة عن راجل اسم الساحل الاعظم بيكون معاتها وزا سحرية بتخليه اكتشف ويفتح اقدم واصعب المقابر الموجودة في الكون كله وبيستخدم السحر بتاعه في محاربة وقتال البنت دي لكن برضو البنت الشيطانة كانت قوية جدا وكان من الصعب على السحر الاعظم هزمتها والقبض عليها والوقوف ضدها لكن السحر الاعظم مش بيستسلم وبيستخدم كل قوته ضدها وبينجح اخيرا انه يرجعها من تاني للقبر بتاعها بياخدنا الفيلم وبيتنقل بينا للوقت الحاضر وبنعرف انه كل اللي شفناه ده جزء من حكاية شاب اسمه هوان كان بيحكيها القصة والحكاية دي حصلت من آلاف السنين في الوقت الحاضر بيتقلنا انه هوان لي صديق انتيم اسمه فانج بيشتغله في النصب وهوان بيكذب على الناس وبيقولهم انه فانج من خلال القوة والتعويذ السحرية بتاعته يقدر يحل كل المشاكل بتاعتهم وكتير من الناس بيصدقوا كلامه بعد كم يوم بييجي كم واحد كده وبيتقابلوا معاهم وبيقولهم واحد اسمه الياو اننا لقينا مقبرة من مقابر الدفاين والكنوز من كم يوم ومعرفناش نفتحه لحد دلوقتي وبيطلبوا من هوان وفانج انهم يساعدوهم في فتح المقبرة دي وهوان وفانج بيوفقوه بياخدوهم بعد كده للمقبرة دي فعلا وهناك بيحطوا سيف على رقبة فانج ولياو بيهددوا منهم لو ما فتحوش القبر هيخلصوا عليهم في الحال مش بيكون قدام اللي اتنين غير انهم يوفقوا ويستمروا في الكتب بتاعهم في المشاهد اللي بعد كده بينشوف فانج هو بيطلع جهاز دهبي كده قدام القبر المغلق ده وبيقولهم ان الجهاز الدهبي ده بيقوله على الطقس قلبية والايجابية الموجودة داخل القبر وكمان بيقوله عن قوة الشر والخير الموجودة بالداخل ومن خلال الجهاز ده بيكتشف فانج ان القبر ده ملعون ولو تم فتحه تحصل مصايب كبيرة محدش يتوقعها ولا حد يقدر يوفو صدها والي يعو واللي معاه بيقولوله مش مهم المهم يناخد الكنز اللي فيه وبيهددوهم بالقتل مش بيكونوا قدام فانج غير انه يفتح القبر واللي يحصل يحصل واول ما بيفتح القبر بتطلع منه كائناته وحش سغيرها زي ما احنا شايفين كده بتهجم على اليعو واللي معاه وبتقفز على وششهم وبيبقى المكان كله مليان فوضى والخوف والعلع بيسيطر على الكل فانج وهوان بيستغلوا الفرصة وبيهربوا من المكان وفانج بيقوله دي اخر مرة هنعمل فيها كده ومش هنشتغل في النصب من تاني كفاية اللي حصل بعد كده هوان بيطلع حاجة كده سرقها من المقبرة لما كانوا هناك ولما بيفتحوها بيلقوا جواها خريطة الخريطة دي بتكون لجبل اسمه جبل التنين موجود في مقبلة السحر الاعظم اللي بيمتلك اقوى التعويذ والقدرات السحرية كل التعويذ والقدرات السحرية دي والسحر الاعظم كاتبها على جدران الابر بتاعه من الداخل هوان بيبقى متحمس جدا انهم يروحوا للمقبرة وياخذوا التعويذ السحرية دي لكن للأسف بتوصل بنت اسمها تشينج من عشيرة النينجا وبتضربهم وبتسرق وبتاخد الخريطة دي منهم لما كانت خلاصة تغرب من هنا لقيت لياو ورجالته في وشها قدام البيت وبنعرف ان تشينج اصلا كانت بترايب فانج وهوان ولياو من بداية رحلتهم واتفاقهم لفتح الابر الملعون اياه لياو بيكون هو كمان عاوز ياخد الخريطة منها وتشينج بتتقاتل معهم وبترفض تديلوا الخريطة وبتعرض عليها تعاونوا سوا كلهم مع بعض ومعهم كمان هوان وفانج للوصول لمقبرة السحر الاعظم ولياو بيوافق وبينطلقوا فعلا في رحلتهم وبيوصلوا اخيرا لجبل التنين ده ولياو بيقول لفانج يلا بسرعة مش عاوزين نضيع وقت لازم نلاقي المقبرة في اسرع وقت ممكن بيفكر فانج فين ممكن يكون مكان المقبرة دي هنا في جبل التنين لكنه بيتفاجئ انه عنده قوة سحرية وبيستخدم الجهاز الدهبي اللي معاه وبينجح انه يفتح الباب وبيقول لهم فانج ان باب المقبرة ده هيفضل مفتوح لمدة 24 ساعة بس يعني يوم كامل وبعد كده هيتقفل من تاني اللي واحده للابد لما بيدخلوا للمقبرة بيشوفوا تمثيل لاولاد واطفال صغيرين في المكان فجأة تمثيل دي بتتحرك وبيهجموهم وهم بيحربوهم وبيتقتلوا معهم بالاسلحة اللي معاهم والسيوف لكن تشينج بفضل قوها السحرية بتكون عارفة ان دي كلها مجرد هلاوس وأوهام اصبهم بها سحر المقبرة وكانوا بيقتلوا بعضهم وما فيش تمثيل اطفال اتحركت ولا اي حاجة من دي اول حاجة تشينج بتعملها انها بتخلي فانجي فوق من الهلاوس دي ويرجع لوعيه من تاني وبتقوله يساعدها في العثور على مقبرة السحر الاعظم وهو بيوافق وبمجرد ما بيخله هوان هو كمان يخرج برا الهلاوس دي ويرجع لوعيه فانج بياخده وعاوز ان يهربوا بسرعة منهم بتفضل تشينج مع الياو ورجالته في المقبرة ودلوقتي عاوز اتطلعهم كلهم وتخلصهم من الهلاوس دي وترجعهم من تاني لوعيهم زي فانج وهوان فعلا بتنجح في كده والياو بيشكرها وبيتحركوا من تاني للامام في طريقهم دخل المقبرة وبيلاقوا فشهم فانج وهوان اللي كانوا مستخبين هنا ومش عارفين يطلعوا برا المقبرة والياو بيضربهم وبياخدهم معا لحد ما بيوصلوا للقاعة دي اللي بيكون فيها زي لغز كده على الارض عبارة عن تسع مربعات كبيرة على الارضية زي ما احنا شايفين كده قدامنا في كل مربع من المربعات التسعة الكبيرة دي في 12 مربع صغيرين والياو بيدوس برجله على المربعات دي هنا في باب تاني بيتفتح لهم وكلهم بيبقوا فرحانين باللي حصل ده وبيكونوا فاكرين ان كده خلاص ده طريق وصولهم للمقبرة لكن فرحتهم ما تمتش بيطلع لهم وحش فجأة من الممر ده بيهاجمهم بكل وحشية وقوة وشراسة وبيأكل وبيبتلع كام واحد منهم وبسبب الدمار الكبير في المكان بيبقى فانج محتار وبيشوف ان ما فيش غير طريقة واحدة بس للهروب من هنا وهي انه يستخدم القوة السحرية بتاعته ويحل اللغز ده بطريقة صحيحة وبيحاول لحد ما بينجح وبيتفتح لهم طريق للخروج من القاعة دي وكل اللي عايشين بيخرجوا بسرعة ليهو بيبقى الآن جدا وحزن على رجالتوا اللي ماتوا وتقتلوا في هجوم الوحش عليهم بيمشوا وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا القناة مليانة مية وبيركبوا القوارب دي وبيتحركوا بيها فجأة قارب فانج وهوان بيتكسر بيهم وبيوقعوا في المية وسلاسل كبيرة بتمسكهم من رجليهم بسرعة كبيرة تشينجي بتنطوا وبتقفز للمية وبتساعدهم وبتحررهم من السلاسل الحديدية دي وبترفعهم لفوق فجأة بيظهر مخلوق وكائن غريب كده لابس هدوم وما لابس لونها ابيض في المية وبنعرف ان المخلوقات دي اشباح بمجرد ما بيشموا ريحتهم في المية بيهجموهم لكن تشينج وفانج وهوان بيطلعوا من المية والاشباح دول بيتحولوا الخفافيش وبيهجموا عليهم الخفافيش دي كانت اعدادها كبيرة جدا وهما مش بيبوادرين على مواجهتها والتصدي ليها فبيهربوا منها وبيدخلوا للممر ده من خلال الممر ده بيلاقوا نفسهم خلاص واصلوا لغرفة المقبرة الرئيسية لسيد الأرض المقبرة بتكون مليانة بالكنز من حواليهم وكل واحد منهم بيلم وبياخد اللي يقدر يشيلوا من الكنز دي هنا بيكشف لنا الفيلم ان تشينج أصلا عضوة من أعضاء مقاتل النينجا وكل عيون مقاتل النينجا لونها أخضر وبسبب لون عيونهم الخضرة دي البشر بيحربوهم وبيعتبروهم من الشاطين وهي جيل هنا مخصوص علشان تلاقي حل للون عيونها الخضرة دي وما كانتش مهتمة خالص بالكنز دي كلها نهائيا فجأة الأرض بتتشاق من تحتهم وبتتقاسم لنصين وعدد كبير من رجالة لعاو بيقعوا لتحت مش بس كده ده كمان بتخرج سهم كتيرة من الحيطان حواليهم وبتهجمهم وبيموت عدد كبير منهم وبيطلع وبيخرج هوان وفانج ومعهم تشينج من القاعة للمكان ده وبيلاحظوا ان تضاريس المكان من حواليهم عاملة زي جسم التنين بالزبت علشان كده الجبل ده اسمه جبل التنين وفانج بيقولهم علشان نلاقي قبر الساحر الأعظم لازم نوصل لراس التنين أو راس الجبل يعني هنا بيوصل تشينج واللي باقي معاه من رجالته بيتقابلوا مع التلاتة التنين وبيتحركوا مع بعض لحد ما بيوصلوا لراس التنين وفعلا كلام فانج بيطلع صح وبيلاقوا ان فعلا مقبرة الساحر الأعظم موجودة هنا لكن علشان يفتحوا قبر وطابوت الساحر الأعظم لازم يحلوا لغز على التابوت الأول وهو إنهم يكتبوا تاريخ ميلاد السحر الأعظم عليه ومحدش منهم طبعا كان يعرف تاريخ ميلاده هنا الجهاز الدهبي والقوة السحرية الخاصة بتاعت فانجا بتساعده وبيعرف من خلالها إن الألغاز اللي مروا بيها قبل كده هي نفسها تاريخ ميلاد السحر الأعظم بنعرف إن التسع مربعات الكبيرة اللي كان بداخل كل مربع منها 12 مربع صغير ده معناه إنه تاريخ ميلاد السحر الأعظم كان في يوم 9 شهر 12 فعلا بيحطوا الأرقام والتواريخ دي على القبر وبيبدأ إنه يتفتح لهم أخيرا وفجأة واحد من رجالة ليعو اسمه دادو بيخضر بيهم وبيعمل حيلة وبيدوس على رقم بالغلط في القبر وبتطلع من القبر زي حراب ورماح كده بتقتل عدد كبير من زميله من رجالة ليعو والباقيين بيبقوا محبوسين حوالين القبر بنعرف إن دادو ده عاوز يستخدم القوة السحرية لسيد الأرض علشان يرجع ابنه اللي مات من كم يوم للحياة تاني كل شيء وبيكون مخب جسد ابنه معاه في الكيس اللي شايله وبيطلعها وبيطلع بيها للقبر وبيحط ابنه على القبر من فوق وبيشوف ابنه بدأ يتحرك ورجع للحياة من تاني ولما بيشيل ابنه من مكانه وبيلاقي إنه ميت زي ما هو وان دي مجرد هلاوسه بس لما بيحط ابنه من تاني على القبر بتطلع عقرب من القبر وبتدخل في جسم ابنه ومجرد ما بيشيل ابنه من تاني العقرب بتلدغو وبيموت في الحال وبيبقى هو الضحية اللي بتعتبر كقربان لفتح قبر السحر الأعظم وأول ما بيتفتح القبر بيشوفوا إن داخل القبر جسدين مش جسة واحدة واحدة للسحر الأعظم والتانية لزوجته قبل ما يكتبوا التقوص والتعاوذ السحرية المنقوشة داخل القبر بيتم تضشية مجموعة من الأفخاخ الموجودة حواليهم في المكان والمرة دي بيزهر لهم مجموعة من محاربي ومقاتل الزومبي وهم حراس القبر وبيهاجموهم لأول مرة دي بيواجههم بكل قوة والشراسة بالسلاح اللي معاه وبيضحب نفسه وبحياته علشان يدي رجالته والباقيين فرصة إنهم يهربوا وبييزبط فعلا إنه قائد حقيقي في الوقت الصعب وبيفجر نفسه ومعاه كل الزومبي من حواليه في المشاهد اللي بعده بيزهر لنا فانج وهوان وتشينج وبيعرفوا إن حياتهم ونجتهم من المقبرة والجبل الملعون ده أهم مليون مرة من شوية تعويض سحرية بيكون فانج شايلة شينج على ظهره وبتكون تعبانة ومرهقة جدا من الرحلة دي وكمان بتكون مصابة بجروح من هجوم الزومبي حراس المقبرة عليهم فجأة وانج بيقدم لوانج حاجة كده سرقها من مقبرة سيد الأرض وفانج بيقوله تاني ده احنا ما صدقنا خلصنا من اللي احنا فيه وبياخدها منه وبيرميها في البحر والحاجة اللي ترمت في البحر دي بتقع في قيد صياد والله أعلم بقى هيكون فيها ايه لو وصلتم معايا لحد هنا فأكيد الملخص عجبكم بدعي ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتفرحوا كده زي ما اتفرحوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة أشوفكم على خير الملخص الجاي إن شاء الله سلام